معلومة صادمة للوهلة الأولى تحدث بها النائب عبدالله الرومي حول وجود أربعمائة حالة زواج رجل برجل كشفت عنها ملفات المؤسسة العامة للرعاية السكانية لكن الرومي ما لبث أن أوضح لاحقا أن تلك الحالات نتجت عن عمليات تزوير من أجل الحصول على حقوق اسكانية وقد أكدت بدورها وزيرة الأسكان جنان بوشهري صحة اكتشاف حالات تزوير في معاملات بدل الإيجار كان اسم الزوجة والزوجة فيها رجال ما دفع مجلس الأمة إلى إصدار توصية بتكليف الوزيرة بوشهري بالتحقيق في القضية هل حدثت حالات زواج مثلية فعلا في الكويت أم أنها حالات تزوير للحصول على مزايا الأسرة أدت إلى هذا الفهم فمداخلة للنائب عبدالله الرومي في مجلس الأمة اليوم طارت بها ركبان وسائل التواصل الاجتماعي لتصعق المجتمع عندما قال اليوم أن الوزيرة جنان بوشهري أكدت وجود أربعمائة حالة زواج رجل برجل للحصول على بدل الإيجار والاستفادة من القرض الإسكاني وتساءل الرومي مستنكرا هل نحن في السويد وكندا الوزيرة جنان بوشهري ردت في الجلسة ذاتها مؤكدة المعلومة بوجود أسماء رجال كزوج وزوجة في بعض مستندات الوزارة وقالت إنه بعد التدقيق على صرف بدل الإيجار تبين وجود بعض الحالات كان فيها اسم الزوج والزوجة من الرجال وهذا كان مدخلا للتزوير والفساد بدوره عاد النائب عبدالله الرومي فأوضح في أنه لم يقصد وجود حالات زواج فعلية وإنما حالات تزوير في هذا الخصوص وذلك في رده على النائب الحميد السباعي الذي اعتبر كلام الرومي موجها لشريحة اجتماعية بعينها وبعد نقاش صاعق حول هذه المعلومة التي هزت الشارع الكويتي بما تسرب من مداخلة الرومي وتأكيدات الوزيرة اتخذ مجلس الأمة قرارا بإصدار توصية بأن تحقق وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري فيما أثير وأن تقدم تقريرا حول هذا الأمر إلى مجلس الأمة خلال شهرين وإحالة الملف إلى النيابة العامة ومكافحة الفساد حال ثبوته تلفزيون الرأي سأل مصادر في وزارة الإسكان عما إذا كانت هناك عمليات تزوير حقيقية أدت إلى هذا الفهم أم أن هناك أخطاء موظفين في تعبئة البيانات بسبب تداخل بعض الأسماء للجنسين فأكلت المصادر وجود حالات تزوير فعلا للحصول على بدل الإيجار تبينت من واقع الأوراق والمستندات الخاصة بمعاملات بدل الإيجار أنها تخص أسماء رجال في خانتي الزوج والزوجة لكنها لا تدل على زيجات حقيقية حيث يجري التحقيق فيها وقالت المصادر أنه من السابق لأوانه الجزمة إن كانت تزوير من صاحب المعاملة أم خطأا إداريا خالد الفارس الراي ترجمة نانسي قنقر